شراك عبد العزيز والله فيه كلام كثير يا بو بدر لجنة الحكام منذ الأسبوع الماضي اليوم التالي مباشرة أو بعدها بيوم كلفه للحكم ماجد الشمراني احنا مقرين ومؤمنين أن الأخطاء التحكمية والدة وتحدث في كل مباراة لكن الصمت المريب والتباين في ردات الفعل والبيانات لنادي مقابل نادي أعتقد أنه الهلال في هذا الأسبوع لم يلدغ بالتدوير الهلال لدغ بتقنية الفيار الهلال الأسبوع هذا حتى في أخبار سريعة عرضتوا أنه لندي تريح لعبين هون يومين إلى ثلاث أيام إلى أربع أيام الهلال في عشر أيام إلى عبر أربع مباريات أعتقد أنه لجنة الحكام صمتها هذا مثل اللي يوحي للشارع الرياضي أنه ممكن بعد سبوع سبوعين ثلاثة سابيع الهلاليين يأخذوا لهم كاس وبطولة وينسون اللي حصل في هذا الأسبوع نحن عارفين أنها خطاة حكمية أطلع وتكلم وعطنا بيان بالأشياء اللي صارت عندك في الأسبوع هذا أنت تتكلم في مباراتين مصيرية مهمة لنادي الهلال الهلال ممكن يخسر بطولها الهلال ممكن يتعادل الهلال ممكن ينتصر لكن أنت بالنهاية الأخطاء البشرية واردة صمتك هذا لمدة أربع أيام متتالية وعدم الرد وعدم توضيحات وعدم وجود بيان هذا كل أشياء تثير الريبة لدى الهلاليين اشترموا الهلاليين قليلا طيب يعني بس يعني أنا في معلومة بس مني متأكد صراحة بحما أبغى أقولها خلينا نطرحها كاحتمال يمكن لجنة الحكام معلقت لأنه رئيس اللجنة كان ناوي يعلق يقول لك لا العكم ما غلط ولا في شيء ففي أحد قال له اهدأ الله يخليك هي مش ناقصتك هذا احتمال احتمال يوم أنك واثق من نفسك يوم أنك واثق من نفسك اطلع لكن أنت من تواثق من نفسك ولا أنت واثق من بيانك في الاحتمال هذا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه نتكلم في احتمال لأنه أنت صمتك خلانا نتكلم في احتمالات لكن لو أنت طلعت سنيت سنة تقصد السيد فرهاد سيد فرهاد رئيس لجنة الحكام أكيد أنت تتكلم رئيس دائرة الحكام وشرحت 13 دقيقة أنت طلعت وشرحت 13 دقيقة وطلعت بيان فريق خلال هربع أيام خسر المنافسة على بطولة الدوري وكأن الأمر لا يعنيك طب هو ما يعنيه هو ما لدخل من يفوز بالدوري هذه دورة لا يعنيك أنه أنت تسعى لتطوير الحكام المحلي إذا أخطأ قل أخطأ إذا أصاب قل أصاب طب وإذا طلع وإذا كان هو رئيس دائرة الحكام مقتنع أن الحكام ما أخطأ إذا هو مقتنع إحنا عندنا خبراء تحكيميين لهم باع تاريخي في مجال التحكيم طيب ونثق بقراراتهم أولهم أبو فهد اللي جالس قدامنا طيب خلينا نسمع